السلام عليكم بتمنى تكونوا كلكم بخير وكل سنة من تطيبين وان شاء الله ان شاء الله تكون السنة دي خير على الجميع مبدئيا كده خلينا متفقين ان كل سنة في عمرك لو عدت عليك من غير ما يتعلم منها من الدروس اللي مرت في حياتك والحاجات اللي حصلت في حياتك سواء كانت حلوة او سيئة وبالاخص الحاجات السيئة لان الانسان بيتعلم من الحاجات السيئة اكتر كمان من الحاجات الحلوة اللي بتحصل معي لان الحاجات السيئة بتعلم جواك لدرجة بتخليك ما تقدرش تنسى الدرس ده وهو ده الهدف من اي موقف بيحصل معيك في حياتك انا باعترف ان السنة دي كانت منقصع بالسنين اللي مرت في حياتي بعد سنة رابعة جمعة لان سنة رابعة دي كانت يعني سنة تقيلة بشكل كبير جدا فالسنة اللي احنا فيها دي اللي احنا في اخيرها يعني من اصعب السنين اللي مرت عليها اللي اكتر من سبب كان فيه لغبطة في حاجات كتير وصعوبة في مواقف كتير مرت بيا وحاجات كتير جدا يعني لو قعد تحكي هكمل الفيديو بحكي عنها فسيبنا من الحاجات دي كلها وخلينا من الحاجات اللي تعلمتها من السنة دي واللي حاسة ان انا ممكن لو خدتها في بعين الاعتبار ممكن فعاليا انتفيدني خلال السنة الجاية مبدئيا كده اكتر حاجة تعلمتها خلال السنة دي ان سواء انت مبسوط او متضايق مجروح او يعني مرتاح او ايا كانت حالتك النفسية الشغل ملهوش دعوة بالكلام ده خالص ايا كانت حالتك ما تبطلش تشتغل او تذكر او تعمل الحاجة اللي مطلوبة منك لان في كل الاحوال انت اللي هتخسر سواء انت مثلا عندك امتحان مثلا او مذاكرة او انت عندك شغل في كل الاحوال انت اللي هتدخل الامتحان لوحدك مش الحاجة اللي دايقتك وفي كل الاحوال انت اللي مرتزم بالمسؤوليات اللي عليك مرتزم ان انت تكفي المسؤوليات اللي عليك ويبقى معاك فلوس ان انت تكفي الحاجة دي مش الحاجة اللي دايقتك او مش الموقف اللي انت كنت فيه او مش الشخص اللي دايقك في كل الاحوال النتيجة هتكون عليك انت فبلاش تخلي الخسارة تبقى خسارتين يعني حاول لما يكون في خسارة في حياتك ما تضعفهاش بان انت يتأثر جدا ويتسيب كل حاجة بقى مش معنى ان حاجة مثلا ظهرت فيها مشكلة في حياتي ابوز كل حاجة تانية ابوز بقى حياة الشخصية وحياة العملية بمعنى صحة اخلي كل الجوانب التانية اللي في حياتي تتدمر فبالطريقة دي انا بضاعف الخسارة علي يعني بدل ما تكون مشكلة واحدة انا بخلي المشكلة اكتر من مشكلة لان في النهاية النتيجة اي ان كان اللي انت هتعمله هتكون هتعود عليك انت فاكتر حاجة هتفيدك في الحياة فعليا ان انت ايا كانت الظروف اللي انت فيها وايا كانت حالتك النفسية ما تكسلش وتقول لا انا متضايق دلوقتي فهأجل مرة تانية والمرة التانية دي اصلا مش هتيجي والساعة التانية مش هتيجي واليوم التاني مش هيجي لان انت هتفضل تأجل فبالتالي الحاجة هتتضعف عليك بدل ما تكون انت متضمر نفسية بسبب موقف حصل معاك لا هيكون تدمير وهيكون مشكلة في حاجة تانية سواء في دراسة سواء في الشغل سواء في حياة شخصية فانت كده بدل ما تكون مشكلة في حياتك انت بتخليها اكتر من مشكلة مهما كانت حالتك النفسية ما تبطلش تشتغل ما تبطلش تعمل الحاجة اللي هي مسؤولة منك يعني لو انت ما عملتش الحاجة دي محدش غيرك هيعملها وحاجة تانية ان النتيجة هتكون عليك انت لوحدك فانت اللي هتحملها برضو في النهاية تاني حاجة مهمة جدا انك تعرفها ان الناس في حياتنا مختلفة مش هتكبر حد ان هو يتعامل بطريقتك او يفهم اسلوبك فتوقع جدا بتصالح مع نفسك ان زي ما هتقابل الناس كويسة في حياتك كمان هتقابل الناس سيئة جدا سيئة هي مش عايزك تشوفك كويس مش عايزك تنجح مش عايزك تعدل خطوة اللي انت فيها ومجرد ما توصل وتعدل خطوة دي هتلاقيهم كلهم بيحاولوا يقربوا منك ده كان قاربنا ده نعرفه ده كان صاحبنا ده كان اي حاجة المهم هو كان شخص ما في حياتنا فتوقع جدا ويعني وانت متصالح كده مع نفسك ان انت في حياتك هتقابل ناس سيئة جدا تقبل الفكرة عشان ترتاح عشان ما تواجهش صدمات وتقابل مواقف تقول ايه ده انا ما كنتش متخيل ان الشخص ده هيطلع كده لا هو طلع كده وهيطلع غيره كده لو انت ما تقبلتش الفكرة تفضل تصدم كتير فتقبل الفكرة تقبل فكرة اني زي ما فيه ناس كويسة فيه ناس كمان سيئة لاني مش كل الناس نتربية مثلا في البيت اللي انا اتربيت فيه او في البيئة اللي انا اتربيت فيها او تعلم بنفس الثقافة اللي انا اتعلمت بيها ففيه ناس مختلفة وبيئات مختلفة وحياة مختلفة يعني العالم واسع جدا فلك انت تخيل الكم الهائل من الوسع اللي احنا عايشين فيه من الكون الفضيع اللي احنا عايشين فيه ان كل مكان ليه طريقة بيفكر بيها وليه اللغة اللي بتكلم بيها والليه الثقافة اللي هو تعلمها في حياته والتربية اللي هو تربوها فمش هتقدر تكبر حد ان هو يتعامل او يتكلم او حتى يحس بالمشاعر اللي انت حاسس بيها فتقبل فكرة وتصالح مع فكرة ان فيه ناس هتظهر في حياتك سيئة زي ما فيه ناس كويسة ان المشكلة كمان ان لما الشخص ده بيقولك اي كلام انت بتتأثر بتتأثر لان انت مش متخيل ان فيه حد ممكن يتكلم معك كده فلما تتخيل ان عادي ان هو يبقى فيه شخصي كده الكلام مش هتاخده قوي بشكل شخصي هتبدأ تاخده بطريقة ان احنا مختلفين عن بعض في طريقة الكلام وفي اللغة اللي نتكلم بيها وفي الثقافة وفي الحاجات اللي ينفع نقولها للناس وما ينفعش نقولها للناس فتقبل فكرة ان فيه ناس مختلفة عننا لان زي ما تكلمنا في الفيديو الاخير اللي بتكلم عن الشخص اللي هو قراريني حياته بسبب سوق معاملة مديره هو ما تقبلش فكرة ان حد يتكلم معي بالطريقة دي وده اللي وصله في النهاية ان هو يختار يعني اسهل طريقة ان هو ينهي حياته اصلا فده مش حل فكرة ان انت تنهي الموضوع بالطريقة دي ده بالنسبة لك مش حل بالعكس انت كده استفدت ايه يعني انت ما استفدتش اي حاجة خالص فالفكرة انك بتتعامل مع الموضوع بطريقة موضوعية اكتر بتخرج نفسك برا الفكرة بتتعامل مع فكرة ان الشخص ده بيتكلم كده مش عشان انا شخصي مثلا اوليل او عشان انا ينفع يتقلي كده هو بيتكلم كده عشان هو اصلا كده هو عنده مشاكله في حياته عنده حاجات معينة في شخصيته مشاكل معينة واجهها وصلته ان هو يعني داخليا متقبل فكرة ان هو يقول كده للناس عادي فمش معنى كده ان دي حاجة متعلقة بشخصيتي انا تالت حاجة مهمة جدا انك تعرفها ان وقتك ده نعمة من ربنا ويملكك يعني ما تخليش حد يوجهك الوقت ده تعمل فيه ايه ما تخليش تطبيق ما تخليش موقع ما تخليش اصحاب سوق مثلا يحددولك انت هتمشي حياتك ازاي خليك انت القائد اللي بيقود حياتك للطريق اللي انت شايفه صح بناء على تفكير سليم بمعنى انك ما تسيبش وقتك يعدي هضر ما تسيبش حد يقررلك انت هتعمل ايه في وقتك ويكون الشخص ده اصلا مسلا مش عايز خير ليك او يكون هو حتى شخص مش وحش بس هو نفسه بيستخدم وقته غلط فهو يجرك معايل سكته يخليك تقضي وقتك في حاجات مش تنفعك في اي حاجة في دنيتك ونفس الكلام بالنسبة للمواقع والتطبيقات اللي انت بتقضي وقتك عليها طول الوقت وسايب وقتك يديع وبعد ما يعدي وقت طويل جدا تكتشف ان انت ضيعت وقت كتير جدا تكتشف ان انت كان ممكن الوقت ده مثلا تذاكر فيه تشتغل فيه تشوف اي مصلحة تعمله حتى لو انت هتعمل اي حاجة مفيدة لنفسك حتى لو ترفيه عن نفسك لكن بطريقة افضل بطريقة ما تكونش مضرة لك في النهاية ونفس الكلام بالنسبة لصحتك هي برضو نعمة من عند ربنا فلازم تحمد ربنا مبدئيا عليها وتبدأ تتعامل بالطريقة اللي تخلي دايما صحتك افضل مثلا انك تزبط مواعيد نومك تبعد عن الحاجات اللي هي بتضر صحتك سواء انك تستخدم الموبايل كتير فتضر نظرك سواء انك تستخدم مثلا اي حاجة زي التدخين والحاجات دي بتضر صحتك جدا مع الوقت انت هتحس بأثر الحاجات دي على صحتك وحاجات طبعا موجودة في حياتنا كتير مش لازم ان انا اذكرها بس اكيد اغلبنا عارفها ورابع حاجة ودي مهمة جدا بالنسبة لي ما تبطلش لتعلم فكرة انك تبطل تقرأ تبطل تعلم حاجة جديدة دي اصلا في حاجة ذاتها بتخليك تحس ان الحياة انتهت الحياة وقفت مفيش حاجة جديدة بتدخل دماغك فدماغك اصلا بتوقف فضية بتبدأ بقى تستخدمها غلط بتبدأ تعمل اي حاجة في وقتك مش مزبط وقتك لان انت دماغك فرغة ما فيش حاجة مفيدة فتبدأ ان لو فيش الا بتتكلم على حد تبدأ تقعد معاهم هضيع وقتي على النت مثلا لان انا مش عارف هعمل ايه هعمل اي حاجة المهم ان انا هعدل وقت ده باي طريقة كانت فالفكرة انك لما بتفضي دماغك لما ما فيش حاجة مفيدة بتدخل دماغك بتبدأ تستبدلها بالحاجات اللي غير مفيدة بالمرة بالعكس بتأثر عليك كمان مع الوقت بشكل سلبي جدا في حياتك بتنكتر الوقت الكتير الفوضي في حياتك بتحس باكتئاب مثلا مع الوقت بتحس ان انت عديم الاهمية او عديم الفايدة بسبب انك حاسس بتدني امتك بسبب ان ما فيش اي حاجة بتعملها جديدة ما فيش اي حاجة بتعلمها جديدة كمان فكرة انك تتعلم كل فترة حاجة جديدة دي بتزودك كمان في موضوع الدخل لان طبعا زي ما احنا عارفين ان في الغالب الشغل الوحده والشغل المتعرف عليه ما بيكونش كافي ان هو يتحمل مسئولية مسئولية المصاريف الكاملة اللي موجودة في حياتنا ففكرة انك تتعلم حاجات جديدة او مجالات جديدة دي بتفتح لك طرق مختلفة انك تشتغل زي الفريلانسيج اللي هو بيأهلك انك تشتغل شغل حر على الانترنت او انك لما تتعلم مثلا ترجمة تبدأ تستخدمها في مواقع الفريلانسر او انك حتى تستخدمها في الواقع لو مثلا لقيت اني مكان محتاج اللغة جديدة اللي انت تعلمتها ففكرة انك تتعلم مثلا حاجات باستمرار دي مهمة جدا في حياتك خاصة مجال البرمجة اللي انتشر حاليا بشكل كبير جدا يعتبر من اهم المجالات حاليا هي البرمجة الترجمة اكتر حاجة كمان تعلمتها بالتجربة هي فكرة ان انا اصحى بدري يعني فكرة الصحيان بدري في حد ذاتها بتخليك تحس ان الكون كله بتاعك انك بتقدر فعليا تعمل اغلب الحاجات المهمة في يومك فترة النهار لحد ما بيصحى باقي الناس اللي سكنين معاك في البيت بتبدأ تحس ان انت انجزت يعني اليوم فيه انجاز فانت داخلين كده بتحس انك مرتاح لانك انجزت جزء كبير جدا كان عليك فدي حاجة في حاجاتها بتريحك بتخليك تعرف تنتج باقي اليوم حاجة مهمة جدا جدا ولازم يعني نخدها كده قاعدة في حياتنا لما جربت ان انا اصحى في وقت متأخر مثلا واليوم يمشي زي ما يمشي لقيت فرق رهيب بين ان انا اصحى بدري وانجز الحاجات اللي انا عايزة اعملها مثلا وولادي نينين بلاي ان انا انجزت جزء كبير جدا ما كنتش هعمله طول اليوم لو فيه مثلا قلة او فيه دوشة حواليا فكرة ان انا اصحى بدري دي بتنجز معايا بشكل كبير جدا واكيد ناس كتير مثلا جربت حاجة زي كده تقدروا تشاركونا بالتجربة دي في التعليقات واخر حاجة هختم بيها هي ابسط نفسك مفيش حد هيبسطك مفيش حد هيسعى ان هو يخليك سعيد او مرتاح الا انت يعني انت الشخص الوحيد في حياتك اللي تقدر تبسط نفسك لان انت عارف ايه الحاجات اللي بتبسطك انت اقرب انسان لنفسك ما تنتظرش السعادة او الراحة او البهجة من حد برا او من اي حاجة خارجية لو انت مساعدش انك تبسط نفسك وتريح نفسك وتهتم بصحتك وتهتم بنفسك في كل الجوانب مفيش حد هيعمل كده ما تنتظرش اي حاجة خارجية تبسطك او تريحك الا انت انت الشخص الوحيد اللي يقدر يحقق السعادة لنفسه لو انت ما انتظرتش ان السعادة دي تجيلك من برا شوف وحدد ايه الحاجات اللي هي بتخليك مبسوط بتخليك مرتاح وعملها لو انت فعلا عايز تبسط نفسك من اهم جوانب السعادة في الحياة هو الجانب الروحاني فكرة انك تتواصل روحيا مع ربنا سبحانه وتعالى اه حاجة ولوسيندا وقعت الكاميرا فمعلش من اهم جوانب السعادة فعليا في الحياة ان علاقتك بربنا تكون حلوة علاقتك بربنا تكون سوية وفيها اه قرب اكتر اه دي اكتر حاجة بتريحك واكتر حاجة بتعودك عن كل خسارة بتخسارها في حياتك اه بتحسسك انك تقدر تبدأ مرة تانية وان اللي فات مسلا يقدر يتعود اه يعني في حاجات كتير جدا تواصل روحاني كده الشخص اللي هو بتواصل اكتر مع ربنا اه بيحس بيعني بروحانية عالية جدا اه بتفوق كل مشاعر الخسارة وكل مشاعر اه القلم او الحزن اللي ممكن سيتعرض لها في حياته ودي اكتر حاجة بتساعدك انك تخرج من اي مشكلة بتقع فيها اه يعني شخص مسلا دايقك شخص خزلك اه يعني تعرضت لأي خسارة في حياتك بتمر بأي مشكلة في الحياة بتلاقي ان تواصلك او قربك اكتر من ربنا بيعودك عن حاجة زي دي وبيريحك نفسيا بيخليك تعرف تفكر لما تعرف تفكر هتبدأ تحل الموقف اللي انت فيه او هتبدأ تبص للموضوع اصلا بزاوية مختلفة اياك فعليا ان تخلي شخص هو مصدر ساعتك اه ما تتعلقش بحد لدرجة التعلق المرضي اللي يخليك تتدمر نفسيا اه لو الشخص ده صدر منه اي حاجة اشوفكم على خير ان شاء الله في السنة الجديدة واتمنى تكون سنة خيرة عليكم بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة